بالثانية لازم تعيشه صح لأنه بالثانية حينتهي وما فيش راجعة ففرصة غير عادية إنك تضيع ثانية حرم عليك أنا فاكل في مشهد نبوي بعد كرب رهيب باسمه الأحزاء يعني ما صدقنا ربنا نصر فأنا العسلالين بشيل الخوزة واللقمة اللي عملها اللقماء والدرع جبريل لا جبريل وياه فقدمه قال له بتعمل ايه جبريل بيسا سنة محمد بتعمل ايه قال نضع أسلحتنا الحمد لله ربنا نصرنا نريح بقى قال له نحن الملائكة لم نضع أسلحتنا اطلع على بني القرائز وربنا أشق القرآن فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغ يعني كل ما تخلص عمل أبناء فأنا عايز أقول لحالتك لما أقول له التأني لازم أقول له التأني تعمل فيه ايه طيب أقول لي أه طبعا وأقول لك واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة واحد أول حاجة في التأني تشوف نفسك مش البني قادمة انت صالح للجواز والنباس طيب يعني تبص على نفسك الأول أه طبعا شوف نفسك كده يعني بلغة النبع للسلام صاحب باقة والباقة لها معناهين اتنين ما اخترعوش التالت لغاية دلوقتي الباقة المعنى الأولاني القدرة المادية والمعنى التاني الرغبة الفضيعة الجنسية اللي هي لو ما تعملتش في الحلال حتتعمل في الحرام لا قدر الله وانت قادر على انك تعملها في الحلال فما يصحش انك تعملها في الحرام ولو كنت عاجز ماديا لا يصح انك تعملها في الحرام وانما تشاف زمارة تلعب بيها رياضة تعملها طيب أي حاجة خلاص اول شوف نفس حضرتك انت محتاج ولا لا حياتك لما تتجوز هتتغير لي ايه هتبقى مسؤول هل سياتك يا فندي مقد المسؤولية ولا انت لاقي نفسك ده لا يعملها مش هذا تبقى رحمتنا رحمت نفسك كل دي كل دي اسئلة تجاوب عليها قبل فكرة الاختيار ده في التأني الاعمال التي يقوم بها المتأني اتنين بقى رياحك اوقت وحاجلك باللي نفسك تسمع ايوة ثانية بالتلطيفة دي اتناسبك طيب يا مثل حاجة عمقصود حلوة ليه اتناسبك مش في حد تاني يقول ايه ده لا ده اخوتها الاتنين ما اتطلقين وانت ما لكن انت هتاخد من اتطلقين يعني اولها ظلم ظلم كده ده بيطلبه ومطالب لا 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 انت ادرس كده من الناحية دي البني ادم البني ادم ده ايوة تفكيره ايه اسلوب حياته وشكله ايه يعني زي ما بصيت على نفسك كويس تبص على البني ادم انت بتختاره كويس مع الله يفتع عليك انت محتاج خلاص بقيت نيد شو بقى ثانية ولا هيام ليلة ولا فلا وليه وليه واهم حاجة البحث عن الزوجة والبحث عن الزوج لان هي برضو حتى تسأل نفسها نفسك كده انت عايز تبقى عروسة وتبقى ام زي فلانا وبتاعها وتتفسحك تعرفي وتلت تربع البنات وبقى يا شاقة اطلع من القوضة دي واسبكوا على درس المجتمع بقى تتجوزي عشان انت متضايقة من اخواتك تروح الديق عيلة تانية والديق نفسك برضو لا وليه شايفها قيد ممكن تروح لقيد اكتر منه بزرط فايبقى ايزا كلهم منهما في التأني يبحثوا في الآخر ده اخدوا تلاتة لا انا حلو قوي قوي اه حقول لك اهو بقى التفكير ابوس اياد الخلق والله التفكير في ان الجواز غير اللطشة اللي هي اسمها الاعجاب انا بفرق دعا ما يروح الاعجاب انا بفرق بين التحقيق المصالح الاعجاب الحب الحب ده عملة نادر ما حدش اتكلم فيها ابوس ايدك الا من ده ان انا مش عايز اكتمك يعني يعني اتكلم براحتك اشمل لا لا ده حالة تانية ده حالة خاصة خام كويس